يا صباح الخير لكل حدا نضم لألنا بساعات الصباح الأولى عبر شاشة السماء الفضائية اليوم أربعة كانون الثاني 2021 إن شاء الله بيحمل هالنهار ذكرى حلوة للجميع وتحققوا فيه إنجاز وظلوا تتذكروا على طول يا سعد صباحك يا إيه يا سعد صباحك وردو صباح الخير لألكم مشاهدين يعني ما نقول إنجاز ما شاءت يمكن يكون لك الإنجاز الضخم يمكن لك تفصيل صغير أو تغيير صغير في نهارنا ممكن عن جد يعطينا شوية سعادة نتعلم طبخة جديدة مثلا مع الشيف سناء صح يا شيف يا سعد صباحك يا سعد صباحك صباح خير يا شيف يا سعد صباحك يا سعد صباحك ما نقوم اليوم اليوم لدينا برغر 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 ما هي الإضافات لألكم سنقوم برغر سنقوم بصل مقلي كمان وشيز كمان يا سناء سنرى المقادير طريقة التحضير معك يا شيف بعد قليل شكرا كثير لألكم شكرا لألك شيف مشاهدينا رح نبلش نناقش مواضيع حلقتنا نستقبل ضيوفنا نستعرض تقاريرنا وناخدكن لقصص وأخبار من بعد شوي صباح خير صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير كل يوم عم يكون في اكتشافات لعلماء الآثار عم تظهر وعم ينبهروا في الناس وعم تضج فيها مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة غريبة وممكن ببعض الوقات ما تكون تتصدق آخر الاكتشافات هو مطعم للوجبات السريعة بإيطاليا ولكن بيرجع لحوالي ألفين عام تفاصيل أكتر من تابعة سوابها التقرير الكثير مننا بفكروا أن الفاستفود هي فكرة ما صر لكم سنة وأنها جديدة على العالم بس هالنظرية اتغيرت من بعد اكتشاف بومبي الإيطالية يلي ضجرت فيه مواقع السوشال ميديا مدينة بومبي الإيطالية تعرضت لتاوران بوركان فيزوف من حوالي ألفين عام ودخنات المدينة تحت طبق اسميك من الرماد البركاني فأعطى صورة دقيقة عن حياة سكانة وجعل مصدر غني للإكتشافات ومن ضمن هي الإكتشافات وبعد البحث تم العثور من قبل العلماء الآثار على مطعم عتيق يسمى ترونفوليوم من العصر الروماني ومختص بالوجبات السريعة اكتشفوا فيه منادد أثرية مزينة بلوحات جدارية وألوان زهية وكمان بقايا طعام ببعض الجرار العميقة يلي تم استخدامها لأعداد الأطباق والمشروبات الساخنة هالمطعم رح يبقى مغلق بالوقت الحالي بسبب جائحة فيروس كورونا ولكن العاملون بالموقع رح يشتغلوا على إعابة افتتاحه بحلول الربيع ولو زرتوا المكان رح تتفرجوا على آثاره وما تفكروا بطعم أكلاته طيب صار وقت نروح لعند الشيف لحتى نشوف لتشيكين بيرجر كيف رح نعملها بالخطوات ويعني تعطينا الطريقة بالضبط معك يا شيف يلا حنبلش أول شي بمأديرنا عندي ملح بهار أبيض بودرة بصل بودرة توم زنجبيل بابريكا حلوة إذا حابين تكون حددوا شوي عندي هيل وبهار مدخن كتير بتعطيات طعمة طيبة هلا أنا لتتميلة الجاج هدول عندي ياهن البهارات حضيف عندي أنا كعك مطحون وبيض حنبلش أول شي بخطوة خطوة لأنا خطواتنا شوي اليوم كتير هنبلش أول شي بالتتبيل هون عندي أنا جاج مفروم في عرمته وشين وهي البهار الأبيض بودرة البصل بودرة التوم زنجبيل بابريكا أنا ما كتير ححدد لأنه هي شوي حدة هون عندي عندي شوية هيل وبهار مدخن أنا ححط تقريبا شي معلقة هلأ شو اللي حيمسكها للبرغر هون حيمسكها هي البيض أنا بدا تعطيني تراوي وبعدين بيرجع الكعك بيرجع بيمسكها كله بشدة مع بعض إذا لقيت أنا عندي الجاج منه مدهن يعني منه منه منزلي معه دهن ممكن أنا أضيف شوية زيت أو شوية زبدة أضيف البيضة أضيف البيضة مثلا نتبلا هيك كتير منيح نرجع هلأ مننزل الكعك ترجع رد بتلمنا البيضة كتير بيعطيها دسامة للبرغر بيعطيها هيك طعم طيب ومنه كمان مش عم ما كتير تكون ناشفة ماي هنزل بالكعك بالتدريج بس للا اكتخينا منا حتى ما كتير تنشف معنا منواقف هلأ بتفرق كتير البرغر الجاج عن برغر اللحمة هي التتبيلة بس للجاج برغر اللحمة بتاخد غير تتبيلة هلأ يفضل تكونوا انتم متابلين من قبل بيوم ومعرصينا هلأ حنقرس واحدة سوا بس يعني يفضل تكون مقرسة من قبل بيوم ونحطها بالفريزر بتشد معنا ممكن نحن نساويه بالفرن اذا نحن من نحابين تكون مثلا دايت نحط لها بس شوية زيت ونحطها بالفرن على ورق الزبدة وبعدين شوية شوية اذا نحن من نحابين نحطها بطنجرة ونحط لها زبدة هلأ هيك انا تقريبا جاهزة هلأ ورق الزبدة جيلاتين اي شي بتكون يا ناخد قطعة هون هتطلع شوية زيت ابيض بس حتى تساعدني بالتشكيل هون انا عندي كتر على قد البرغر الموجودة عندي بس انا هحاول انه ان تاخد الشكل اللي مدور هو فيه قالب بالسوق للبرغر بس اذا ما اكان متواجد عنه تقريبا القطعة بحدود الـ 75-100 جرام هيك بس حتى تاخد عندي هذا الشكل اللي مدور نحاول الوقت اللي انا بدي اشوية ما اضغط عليها لانه كل شي جوسي بيقلبب منه وقت بتضغطوا عليها هيك بالمقلاية كل شي بيطلع بقى حاول انا ما كتر اضغط عليها حان بلج نقلي واحدة هون عندي شوية زبدة شوية زيت هول هيك شكلها تكون كتير منيحة هلا هيك طلعت القطعة اللي عندي هنصاوي هلا بس اطعى نرجع منكمل الباقي بس هنعمل تتبيلة للـ cooperation نقلي انا هون عندي البصل ها اطعوا رانيذ الي يعني دوائر دوائر هعمل لو بس تتبيلة مشان انا ارجع command هلأ هاي البصل عندي هقطع هيك خليه شوي القطع شوي عريضة وبعدين شو بعمل بجيب زبدية حاول انه انا فرفتهم شوي عن بعض انا بدي هدول قطع الكبير اكتر شي وبعدين هتبلهم هلأ بدهم نعقاي هاي يفضل انه ينعقوا قبل بوقت بشو هنقع انا هنقع بحليب شوية خل ابيض هلأ هيك المفروض انا انقعهم قبل ربع ساعة على نص ساعة تقريبا اذا اكتر وقت كمان ما بيأسر بس لا يخلص هيك عندي تتبيلة البنية اللي هي بطحين وكعك وبيض انا هتبلهم هلأ بس شوي قدامكم ساعة تتبيل ملاح وعندي بهار ابيض بودرة البصل وبودرة التون هلأ هاي البنية اللي يوم عندي انا هققلي فيها الجبني وحققلي فيها البصل تتنم مع بعض بنفس التتبيلة وحنساوي هلأ سوا بصل مكرمل شوية زنجبيل وهيك خالصي هلأ هاتركن هدول اللي ينعقوا هنساوي مع بعض البصل وبعدين منرجع بيقلي كل شي عنا للبصل انا مقطع بصل هون تقريبا بصلتين حاول خليون هيك متل ما هنن قطع بعدين خطوا شوية زبدة شوية زيت شيل هاد لانه هاد اسرع نحن ناشوف قطعت البرغر شو صار فيها عندنا تمام صارت منيحة نقلبها حاول قدمع فينا هيك ناخذ المواد الدهنية هلأ عنده بس الطب الزبدة والزيت تماما هانزل بصل حاول خليون هيك متل ما هنين قطع هدول هحطهم بقلب البرجر هلا هيك بس لعندي يحمروا وياخدوا اللون تبع هون حتب بلون ملح بهار ابيض وبعدين هانزل فيهم بصوص بني هي الفكرة انه انا بدي طفيهم بالصوص انا بس هيك لحتى يحمروا منيح لانا ما بحسن نزل هلا الصوص قبل ما يحمروا منيح هيحمروا عندي منيح تماما بعدين بنزل فيهم بالصوص كل برغر تبعنا خالصة بنرجع منكمل بالونيون وبنرجع بالجبنة شكرا يا شيف شكرا شكرا الله يعافي الحب من اجمل المشاعر اللي بتخلق بين الرجل والمرأة ولما بتبدأ او من لما بتبدأ هاي المشاعر ما بيقدر الشخص يمكان يخبيه بتشترك هالمشاعر بيناتهم بد كتير من الصفات مثل الاهتمام الغيرة للإخلاص وغيرها من الأمور اللي ممكن تكون مشتركة مشتركة لا هلا عم نحكي عن مشتركة مختلفة رغم وجود الكتير من الصفات المشتركة مثل ما قالت آية في فرق بالحب بين الرجل والمرأة سواء في الدماغ أو التفكير أو حتى في طريقة الحياة ككل لهيك ممكن تصير بيناتهم مجموعة مشاكل لعدم فهم كل واحد فيهم للطرف الآخر وكيف بيشوف الطرف الآخر الطرف الأول تماما هي هي فهاشتاجنا لليوم بيقول شو الفرق بالحب بين الرجل والمرأة سؤال طبعا موجود على صفاتنا بتقدروا تدخلوا وتكتبوا رأيكم بي كومنت ونحن من خلال الحلقة رح نحكي كمان أكتر عن الفروقات يلي كانوا حددوا الاختصاصيين أما شو قالوا الناس لكاميرا صباح الخير نتابع مع بعض مرأة بتحبين مدللة يغضوا مشاوية يهتم فيها وراجعوا كمانا في الشي يعني بدهم يهتم فيه يحسسوا بالحلان يحسسوا الاهتمام لا بيكزب ما في حتى صريح قليل جدا بس ممكن نقول المرأة أنه بيكون حبها سادئ أكتر من الرجل المرأة هي بتحب الأمان عرفته رجل وتحبه بيكون أمان لإيلا أنه خلص يعني هي عيلتها مستقبل حياته أمانه الرجل يعني رح ياخد المرأة كأنه تصون يعني أنه يأمن بالمرأة تصون عيلته يعني أنه مستقبل أولاده ومستقبل عيلته الحياة لتنين إذا حبوا لتنين بيوفوا اختلاف الحب بين الرجل والمرأة حسب طبيعة تكوين الإنسان في ناس حنونة في ناس آسية في ناس ما بتعبر عن الحب بتكون بتحب كتير كتير بس ما بتعبر بس هي بيكون بجواتها حب كبير للآخر الزلمة بيهتم هيكي مشاوير كذا روحات المرأة غيرة ونكابوا الشغلات هدولة يا سيدواتكم عن جديد أربعة كانون الثاني من كل عام يصادف اليوم العالمي لغة برايل ويوافق هذا التاريخ يوم ميلاد لويست برايل عام 1809 واللي هو مخترع الكتابة بطريقة برايل وسميت على اسمه تكريماً لأله طبعاً أكيد برايل أحدثت أو أحدث ثورة هو أكيد كان بحياة فاقدي وضعاف البصر باختراعه لنظام القراءة والكتابة يلي بيعتمد على فكرة الست نقاط البارزة ست نقاط بارزة رح نستعرضهم بعد شوي أكيد ولكن بسوريا في جهود كبيرة عم يتم بذلة من مختلف الجهات لرعاية الأشخاص المكفوفين ودمجهم بالمجتمع بشكل صحيح وأحد أبرز الأمثلة معهد التربية الخاصة لتأهيل المكفوفين لنحكي أكتر عن المعهد ونشاطاته وشو أهدافه وممكن الصعوبات يلي عم يواجهها بسرنا نستضيف مديرة المعهد الأستاذة ندى أبو الشامات صباح الحير صباح حلوك إيه سعد صباحك أستاذة ندى وأهلا وسهلا فيك معنا بداية بدك تعرفينا هيك أكتر نحنا وكل مشاهدين عن معهد التربية الخاصة لتأهيل المكفوفين بداية هو من أقدم المعاهد يلي تأسست بسوريا في عام 1958 بيعنا بالأشخاص المكفوفين وضعاف البصر طبعا هو تابع لوزارة شؤون اجتماعية والعمل بقدم خدماته فيه قسمين هو قسم تعليمي وقسم مهني قسم التعليمي بيستقبل الطلاب من عمر الست سنوات لعمره 18 سنة نعطي فيه منهاج وزارة التربية نفسه من الصدف الأول الابتدائي للثالث سنوي الأدبي فقط بيحضو منهاج وزارة التربية بالإضافة لتعليمهم لغة براي القسم المهني بيستقبل فيه الطلاب من عمر 15 سنة لعمر 35 سنة يتعلمون فيه مهن بسيطة مثل التريكو والمكاريم والإكسسوارات تمام تمام طالما نحكي عن اليوم العالمي لغة براي سنستعرض مع المشاهدين ورقة مكتوبة بطريقة لغة براي أكيد ليس كثيرا باينة لكن الأستاذ مخرج لما يأخذ لنا زوم ستبين الست نقاط هي بس لنعرف نحن ونشوف هي لغة مكتوبة بطريقة حفر على الورق خلينا نقول لتصير الأوراق تحوي نقاط نافرة هي ست نقاط بكل حرف تمام ويتم قراءتها بالأصابع من اليمين لليسار أو من اليمين تكتب من اليمين لليسار بعدين تطلع من الآلة طبعا هي آلة عبارة عن مربعات ستة حرف ثلاثة على اليمين ثلاثة على اليسار بكل مربع كل نقطة هي رمز يعني مثلا نقطة واحدة إليه في النقطتين با وقتما نلقى بعد ما نخلص كتابة بتقلبها تقراها هيك من اليسار لليمين طبعا باللمس الأمناع على الشاشة كما نحن كما يكون هناك اهتمام بهذه اللغة بالمعهد يدخل الضرير أو ضعيف البصر إلى المعهد لا يتقن هذه اللغة كما تتعلمها تقريبا أريد شهر لتعلم اللغة طبعا الكتابة تتعلمها أسهل القراءة يريدها أكتر وقت يعني يأخذ وقت أكتر لكنه لأنه نحن في الصف الأول الابتدائي يبدأ يتعلمها والصغير يلقط تعسره يعني يتعلمها أسهل أكتر من الكبير أيها تمام طبعا نحن فيه لوحات القلم بيكون مثل رأسه مدباب مثل مفك البراغي اللي له رأس هيك لحتى يقدر تكتب عليها فيه آلات طبعا آلات كاتبة هاي متطورة أكتر يعني بس للعمر الأكبر شوي يعني خامس سادس ببل شوي تعلموا عليها هاي بتساعدوا أكتر باعتبار مثل الآلة الكاتبة بس هي عم تطبع بحروف نافرة آمك فكما نقول نحن أهم شيء من عنافية لأنه هو حيعتمد عليها بكل مراحلة دراسية رحقا تماما بس نحن فينا نقول أن لغة برايل اليوم عم يتم استخدامها خلينا نقول بالمعهد أو يعني أن هاي الطريقة موجودة بكل المنهاج يعني عم تتم تطبيقها مع كل شيء مواد يتم تدريسها مثلا للأطفال لا أكيد هذا الشيء هلأ نحن قسم الطباعة طريقة برايل أحدثة يعني تقريبا بنهاية العام الماضي في عنا آلات طباعة مضطورة بس ودك تطبع منهاج دراسي بدي يكون عندك جباري بطريقة الورد طريقة الورد لازم نحصل عليها من وزارة التربية هنه في عندهم بدي اف لأنه أنت الآلة تباعة تباعة برايل لازم يكون ما بتاخد إلا لزعم الورد تمام بهلا نحن عم نتفق معون مشان يسلمونا نصح الأصلية دون الورد يدرسوا يتعلموا إذا كان منهاجا نقول كله بلغة برايل كثير يعني هنا كل اعتماد شلون أنت مثلا طالب مبصر يدرس بدون كتاب بدون شي يعني فلما بيكون بين ايدي المنهاج بطريقة برايل أكيد حيكون أسهل وأحسن لأله طيب نرجع شويل للمعهد غير أنه آلات الطباعة بهاللغة لغة اللغة خبرين عن الكادر أكثر كم عنصور حضرتكم شو اختصاصاتكم من أي بيئات ثقافية وأكاديمية جايين هلأ نحن عنا الكادر مثلا المدرسين عندك في منهم حتى المدرسين في مكفوفين وفي مبصرين هنن طبعا خبراء في المجال لغة برايل هنن أساسا أغلبهم كان طلاب بالمعهد ودخلوا جامعة وصاروا أسات زي بالمعهد حلو فهنن عندن خبرة طبعا في مجال التعليم لغة برايل في عنا نحن طبعا حتى منستعين بأسات زي مختصة من وزارة التربية في عنا أخصائيين نفسيين واجتماعيين وتربويين في حال كان عنا مشاكل نفسية أو إدراكية حتى هنن كتير بيهتموا حتى نفسيا الطالب بحاجة لأنك تتمي بنفسيته صحيح طبعا نحن نساوي دورات لتعليم لغة برايل للأساتز اللي ما بيعرفون الأساتز المبصرين نساوي للأهالي كمان حتى مشان نقدروا يدرسوا أولادهم ويتعلموا هاي اللغة كنا نحكي كمان على فكرة مهم يمكن أحد المشاريع اللي كنتوا عملتوها من فترة هو تأسيس مكتبة صوتية ومنصة لتعليم المكفوفين هاد المشروع بلشنا فيه كمان نحن عنا مساجلين تقريبا المنهاج الصوتي المنهاج الدراسي صوتيان ونحن نعشرينه على صفحة المعهد لحتى يكون بمتناول الجميع حتى فيه طلاب لأنه بمحافظات تانية بقدروا يحصلوا عليه بسهولة وينزلوا حتى نحن منزلين مثلا صفق التاسع منزلين المنهاج الدراسي كامل منزلين شرح منزلين أسئلة وأجوبة يعني لأنني سهل على الطالب اللي موجود حتى هون واللي موجود بالمحافظات في صبية اسمها هدى كانت بكلية الآداب وبظن عملة أول رسالة ماجستير بلغة الإشارة لغة الصم فترفع لها القبعة طبعا لإنجازها هي وزوجها إنه قدروا يوصلوا بدعمه لزوجته لهالمكان وهي كمان كتير إنسانة متفانية وعندها هدف اليوم ما الصعوبات اللي عميواجهو الطلاب بالمعهد عندكم معهد التربية الخاصة أنتو حضراتكن كادر إداري وتدريسي كمان شو الصعوبات أهم الصعوبات أهم الصعوبات كما كنا نحن نحصل على المنهج بصيغة وورد لحتى نقدر نبلش هذا أهم أهم شي نحن طلبتوا هذا المنهج من وزارة التربية بصيغة وورد تم طلبه أكتر من مرة طبعا هنا لأنه بعتبر معاملين لإحسابهم فأجعنا نحن بلشنا طبعته تفاجأنا أنه تقارننا بالمنهج طبعا المبصرين كتب المبصرين تلع هذا المنهج القديم اللي يعطونا يا قديم ومختلف كتير عن المنهج ردينا رجعنا هلأ فيه مشروع إن شاء الله أنه حيسلمونا نحن نحن كمان أهم شي نحن عنا أنه وقت عم يغيروا المنهج أنه فورا يعطونا الورد الجديد يعني فورا نكون فيه تواصل بيننا وبين وزارة التربية تمام مشان نحن نستلمه فورا لنقدر لأنه بيأخد وقت باعته وكلما تغير هذا المنهج أنه لجب يكون أبديت على طول يعني أنت عم يكلفك ورقه عم يكلفك جهد لأنه الورق طبع برايل هو أسمك من الورق الإيفون العادي حتى يكون على إطباعنا في رحلة كمان في عنا صعوبة ثانية إنه المنهج مثلا نتبع المبصرين بده تطويع نحن نطوعه لحتى يصير مواقمة نحن طالبين تشكيل لجنة مواقمة كمان لازم تكون بيننا وبين وزارة التربية لحتى نحن مثلا الصورة الموجودة هلأ كتاب الصف الأول والثاني تقريبا كلها صور يعني يعني يكون هناك منهج موازن باعي لطاعتين بصار وعدم المصرين شرح لهذه الصورة يكون بدال الصورة وصلت الفكرة ماذا لغير نتشكر جهودكم ونتمنى الصحة والسلامة لكل طلابنا أهلا وسهلا بك 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 شكرا طبعا كان برايل ذكي وموهوب وقدر يطور هالطريقة البسيطة يالي هي لغة برايل لتعليم المكفوفين القراءة بعدين اطورت ودخلت للأجهزة الإلكترونية الحديثة تفاصيل أكتر دعون تكون عالم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المهمة أو الأرقام أو حتى أسماء العالم اللي بتشوف وجوهن وما بتعرفون وتنساهن هالأمر كأنه متعلق بالذاكرة بس يترى مين ذاكرته أقوى الرجل أم المرأة الجواب بتقرير باتريسيا غنّا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مرأة جديدة لعند الشيف سناء ونشوف الشيف وين وصلت فيه وين وصلنا يا شيف خلصنا البرغر وهلأ حنكمل التوابع طبعوا أنا نفس الطنجرة اللي أنا ساويت فيها البرغر عندي هون الخبز حقطعوه أعطيه وش تأميره كتير بيفرق ماي بس هم وطرح الأرنة الطرية يوم حنساوية دبل هلأ شو حنساوي نحن عنا البطاطا اليوم اللي حنساوية حنساوية شعيرات أنا هون عندي بطاطاية بس هنساوي واحدين مع بعض حاول أدما فيه تكون القطع كتير رقيئة وبعدين باخدهم ضبهم ع بعض هيك حاول ساويهم شعيرات كتير رقيئة لهي من باب التغيير تبع البطاطا ممكن نساوي ويتجز ممكن نساوي بطاطا عادية بسلق نص سلقه وبعدين برجع بقليه قليتين دائما البطاطا وقت بتشوفه برا بالسوق بتلعقوه من برا كريسبي ومن قلبه منه كتير طرية بتكون مقلية بالاصل قليتين هلأ بحاول أنا البطاطا انه انقعب شوية مي مي وخل هون عندي حتى ما تسود هلأ حشيلون وميات اللي عندي هتبل بس ملح وبهار وهلأ منصاوي التتبيلة مع بعض اللي بنا نحطه بعد قلي البطاطا هلأ بس هون عندي بس شوية ملح شوية بهار أبيض تتبيلة هيك بسيطة بس شوي هيك حتى تروحوا المي منه أنا هون عندي زيت زيت غمض تمام هلأ شو التتبيلة اللي أنا بدي تبل فيه البطاطا بس تطلع عندي هاي اللي تنجرة عندي هاي اللي تنجرة هاي اللي بولة عفوا هحط شوية ملحة صغيرة حط بهار مدخم عندي هون أوريغانو فلفل أسود شوية صغيرة ما كثير تكترو عندي بزر كذبرة وبهار توم هدون أنا هيك هعمل لهم ميكس مع بعضهم بس لا تطلع عندي البطاطة بتكون بعضة صخنة بحاول رش عليها بس لا تطلع هلأ أنا هون عندي البصل اللي نحنا نقعناه بالحليب والخل بس هنعمل واحدة وهنعمل بطاعة موزاريلا كمان بتلمعنا هلأ بأخذها بس لأول شي بالطحين بعملها وشين أنا مش عن تعطيني طبقتي كريسبي بعدين بيت بعدين الكعك رد برجع بيت رد برجع كعك مرة تانية هلأ هيك تقريبا هاي قطعتنا خالصة هون عندي أنا جبنة موزاريلا ما بده اي تتبيل أنا متبله هون بالاصل عندي لطحين شوية طحين بيت وبعدين كعك ونفس الشي برجع رد بيت بس مش عم تعطيني طبقة طبقة غلافة سميكة حتى عندي الجبنة ما تطلع برات العل هلأ هيك خالصين هنخلصوا كلها ونقليهم ونحشي نحن عنا البرجر بالبصل اللي تبلنا وعنا مايوناس وشوية مخلل كتير صغير مع الكتشب وهيك هلأ تقريبا مكون خالصين نرجع لكم شيف سؤال قبل ما نرجع شيف في كتير يمكن السيدات اللي خاصة ان بيكونوا بيشتغلوا برا البيت فبتلاقيهم بدهم شي سهل فبعنا في كتير ناس بيحطوا برغر يمكن تتبيلنا نفسها اللي احنا بنعملها فينا نخلصها ونحطها بالفريزر امتما بدنا موضوع سهل موضوع كتير سهل الموضفات خاصة بيطبخوا بالعطلة ويحطوا بالفريزر وقت اللي بيرجعوا من الشغل بيطلعوا وبيطبخوا شكران يا شيف سنا يعني مشاهدينا بيختلف الرجل عن المرأة بطريقة تعبيره عن الحب المرأة بتكون واضحة اكتر بالتعبير بعكس الرجل اللي بيصفوه بانه بيكون اقل تعبيرا هذا الشي بينتج عنه مجموعة فروقات بين الرجل والمرأة بالحب بالاضافة لفروقات تانية بترجع يمكن بالنهاية لطبيعة كل حدا فيهم ويا ايا حدد الخبراء علم النفس والاشتماع مجموعة فروقات بين الرجل والمرأة بالحب وارجعوها لاحتلافات طبيعة كل حدا منهم ورح نجمعهم بخمس او ست نقاط ونخبركم عنهم النقطة الاولى الرجل يقع في الحب السرع من النساء لكنه اقل التزاما بالحب ويلتزم بشكل ابطاء بالمراحل الاولى من الحب بيقول الرجل لقيت المرأة يلي عم دور عليها من زمان ومع الوقت بتصير هالمرأة واثقة اكثر بالعلاقة وهون بيبلش الرجل يشكك حول هالعلاقة اذا كانت هذا هو الحب الوحيد يلي عم يبحث عنه بحياته او لا لانه بيحتاج لوقت اطول للالتزام بالحياة مقارنة مع النساء نقطة تانية الرجال يبادرون بالتعبير عن مشاعرهم للنساء وطبعا هالقاعدة ليست ثابتة لانه المرأة ممكن تبادر بالتعبير عن مشاعره وهالشي ممكن يضمن لالها الاقتران بشريك حياة بناسبة اكثر النقطة التالتة للرجال والنساء احتياجات مختلفة موظم الرجال بيحتاجوا بمرحلة من مراحل علاقتهم لمساحة شخصية مع شريكتهم النساء ما بتتفهم هالموضوع ما بتتفهم هالاحتياج بمعظم الاوقات وبيظنوا انه الرجل بيتقصد يخفي عنهم شي معين بس هالحاجة ناتجة عن القدرات المختلفة للألفة بين النساء والرجال النساء قادرات على تقارب عاطفي اعمق ومستمر بينما بيحتاج الرجل الى الانفصال او الانسحاب قليلا حتى يقدر يستمر بالعلاقة نقطة الرابعة الفرق في التعبير عن الحب المرأة تعاشق من اذنها هاي المقولة يعني بتحب تسمع كلام حلو فبتهتام بشخصية الرجل وافكاره اكثر من شكله وقراراتها بتكون عاطفية اجمالا وبتحب معرفة كل ما يقوم به الرجل خلال يومه اما الرجال فهنن عكس النساء تماما فهنن اكثر عقلانية وانه تعبيرهم عن الحب يكون اقصى نوعا ما فعلى الرغم انهن بيحاولوا يلمحوا لنساء اكثر عن حبهم من خلال اهتمامهم وغيرتهم اللي ممكن تسيطر عليهم لكن الرجال ما بيحكوا كل الشغلات اللي بيقلبهم النقطة الخامسة تتميز المرأة بحساسيتها الشديدة في الحب وتأثرة بكل كلمة سلبية تقال من حبيبة بالاضافة لعدم قدرتها على حبس دموعه او مشاعره خاصة بلحظات معينة بعكس الرجل يلي بميل اكثر الى المنطق والعقلانية فلذلك منلخص كلامنا الرجال من المريخ والنساء من الظهرة هذا الكتاب يلي حقق اعلى مبيعات حول العالم عنجد ولليوم اللي بيقروا ما بيقدروا يتيقنوا مية بالمية انه فعلا فيه فرق بين الجنسين انت متخيل الورد اذا نحنا عنجد قدرنا هاي الفروقات او كل حدا فينا قدر العلاقات راح تكون تماما صحية والعلاقات راح تستمر لانه نحنا دائما منطلب الشخص المقابل يكون يعبر بنفس الطريقة اللي نحنا منعبر فيها وهذا شيء مستحيل مستحيل تماما ولكن ما اخشاه يا ايا انه تتحول هالفروقات لحجة انه بدك تتحملني انا مرأة انا حساسة تماما بدك تتحملني انا مرأة انا عندي مشاعر وعواطف او هو بيقى الا بدك تتحمليني انا مبعبر ليس مبرت مصلى مقطة مشتركة ايه تماما يا بالمية طبعا خلونا نروح لبعض تعليقاتكم على موضوع حلقتنا كيف يختلف الحب بين الرجل والمرأة من تابعون مع بعض بهالمادة موسيقى 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 يعتبر الإنترنت اليوم الشغل الشاغل لجميع الفئات والأفراد والشرائح العمرية وبتزيد أهميته بالشركات المنظمات المؤسسات الحكومية والخاصة والجامعات وكلنا اليوم ندور على خدمة إنترنت سريعة بالتزامن مع تطور التكنولوجي يلي عم يشهده هذا المجال صحيح طبعاً وين وصلنا بمجال الإنترنت ببلدنا ميزات وعيوب كل خدمة ومين هو المستفيد من السرعات الضخمة للإنترنت رح نحكي بكل هاتفاصيل مع الأستاذ هيثم لالا الاختصاصي بإدارة نظم المعلومات سعد صباحاً أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً وأنت سالم يا رب يعني هلأ المشاهد عزيزي المشاهد قاعد عم يقول تعووا شوفوا سرعة الإنترنت عندي بالبيت بيقطع بالشهر يمكن سبعة سبعة عشرين مرة الاس ان ار مارجن على طول ومنخفض ما في استقرار ما في استقرار بالحزمة بتلاقي بمجرد إجانا اتصال تليفون قطع الخط ما معرف شو صار كيف وضع الإنترنت هلأ إذا ما نحكي نحنا شوي الإنترنت بلش بالعالم ببداية السبعينات من قبل الماضي وبلش يتطور لثمانين والتسعين لحد ما وصلنا لهذه السرعات الموجودة هلأ فنحن بلشنا بالتسعينات كان نديرو بصر ما إيز دي إين صار ما إيدي أس إيل هلأ المشاكل اللي عم تصير على على الإيدي أس إلي هي المشاكل المتعارف عليها ولا أكثر شيوعا بالبيت إنه أنا متل ما قطعت قطع الإنترنت عندي عندي الكب النحاسي في مشكلة الإيدي أس إيل لفلتر في مشكلة الكبلات النحاسية ما عم توصلي السرعة الصحة. هلأ أنا عندي سرعة الانترنت في البيت إلى ترتبط بحالتي. عديش أنا بيتي بعيد عن المقسم؟ أنا كل ما كان بيتي قريباً للمقسم فأنا عندي سرعة الانترنت هتكون أعلى. وحيكون ستابل أكتر لأنه هو عم يمره عن طريق كامل نحاسي. كل ما أنا كان بيتي أبعد عن المقسم فقد ما أنا عليت السرعة ما ها أخذ السرعة المستقرة والستابل اللي أنا لازم أخذها. ففيناس كثير شركات وناس هوميوزر بيأخذ خمسة ميجا أو ثمانة ميجا أو ستعاش ميجا ما بتصلوا أربعة ميجا. الأكبر يعني المشلة اللي بتصير هي الكابلات النحاسية اللي بتسببنا المشكلة والراوتر اللي عندي هو تسبب لي مشكلة والتشويش. يعني أنا عندي الكابل في البيت إذا يتأثر بالتشويش بالكهرباء بالعوامل الجوية بالموين فهي من أحد عيوب الـ ADSL اللي عننا نحن موجودة عنه بكل دول عالم يعني مو بس عنا. أوكي بس ممكن عنا يعني أكبر شوي. زيادة حبيتين. نحن في عنا تركيب عشوائي لأنه عم يكون منبلش من عند الكابين اللي قدام البيت تمام. والتوصيلات داخل البيت. فأحيانا بيجي الفني بيركب الوصلات مع الكهرباء. فأنا بنزل أداء الانترنت خمسين بالمية. فنحن هاي ما منلاحظة لحد ما نجرد. بيجي المستخدم بيلك أنا عندي أربعة ميجا بالبيت. وأنا ما عم صني غير واحد ميجا. نحن ندغني من دور على الستركشور تبع البيت. أنا كيف أمركب الكبلات؟ الراوتر ADSL مناسب لسرعة الخط ولا لا. التوافقية. التوافقية. عدد الوزرات اللي داخلين على الراوتر هل هنه من ضمن حرم البيت ولا لا في حدا آخر لي باسوردي. مهكر الشبكة. فهذا بنزل أداء الانترنت لنص. تمام. بس هنا نقول إنه كل شيء له حل. يعني اللي بيجي مثلا بيقلك أنا معهم يوصلني سرعة النيت اللي بديها وإلى آخرين نحن منقدر نلاقي حال ولا في حالات إنه لا لا حال. الحالات نحن منقدر نعدل عليها نحن نبدل الستركشور تبع البيت فقط لا غير نبدل كوابل البيت. أما نحن الكوابل للبرات البيت ما فينا نعدل عليها. لذلك نحن هلأ وصلنا لخدمة الجديدة اللي اسمها FTH اللي هي Fiber To Home. إنه أنا بدلي المؤسر عمل اتصالات فلشتفية بال2016 مشكورة للبيزنس. فصار أنا عندي سرعات تتبلش من العشرين ميجا للميت ميجا. بس كله بسعره كمان. تمام كله بسعره. هذا بزنس. كمان مشكورة الاتصالات ل2019 مدد شيء اسمه FTH اللي هي Fiber To Home. فأنت صار فيك تاخد سرعة إنترنت ستابل. بتمليش من 8 ميجا لـ 20 ميجا. من دون هاي كل المشاكل اللي ذكرناها بمعلمة. تمام بدون اعتراض خارجي. يعني أنا لا في عندي كابلات نحاسية ولا في عندي تشويش إشارة ولا في أي شيء. ماذا الخط؟ ماذا السلك اللي عندي؟ السلك هو Fiber ضوئي. له شو عائلات ضوئية. يدخل على مودم خاص غير مودم الـ ADSL اللي عندي. حسنا. وسرعة الإنترنت ستكون الأرض قريبة للدن. أنا أظن هذا مفيد للشركات الخاصة، للجامعات الخاصة أكثر. لا. لديه عالي يوزر عالي. وديه شغل أو نوع بيزنس بيطلب سرعة تبادل معلومات. لذلك افتصارات اسمت الموضوع. سمت لك واحد أنه FTTB إلى بلدن. وFTTH إلى بلدن. البلدن يبدأ من العشرين ميجا للمية. نحن نوزعها على الجامعات، على المشافي، على المولات، على المطاعم، على الشركات وعلى المنظمات الحكومية التي هي بحاجة لها. ونحن بزمن الـ COVID-19 الذي نحن الآن فيه، كثيرا الانترنت لعب معنا دور. كل الشركات قلبت ماركتينج أونلاين. الجامعات قلبت دراسة أونلاين. فأنا صرت بحاجة لخط إنترنت عالي الجودة وستابل لحتى أقدم هذه الميزة والقدمة للناس. حسنا. حسنا. أريد أن أسأل أسئلة. لا نريد أن نصل إلى FTTB أو FTTH. دعونا نذهب إلى ADSL الذي نعرف عليه. ونعطي نصائح لكل المشاهدين التي تتابعونا. كيف أريد أن أرفع السرعة؟ أريد أن ألقي لوم بسيط على المستخدم المستخدم. نحن لدينا ثقافة تكنولوجية متعلقة بالـ ADSL. يعني نعتمد على الفني التليفونات التي تريد أن يركب لنا. وهو الذي يريد أن يعينا الـ ADSL. نحن لا نعرف ما هو نوع الروتر. لا نعرف كيف يتبادل بيانات. وليس يميز بين سرعة التبادل بالفيانات و بين السرعة التي يمكن أن يفوتها الروتر على المبيح. ما هو المفروض أن نتعلم؟ أنا كأنا لا يعمل أعمال. أريد أن أدري من يجب أن أعرف. وأنا أريد أن أركب الروتر الذي يأتي. أولاً، أركب الروتر أنا على الخط. هذا الروتر يتحدث عن تشاؤل. أريد أن تخطي أن تأخذ مستخدم ومستخدم. صح فهو بدي شوف الاس ان ار نسبة التشويش فانا اذا خطي كاتبلي انه انا اربعة لاف كيلو فقط انا بقدر ارفع السرعة فما في نروح انا على المقصة وقدم على تمانة ميجا ستنزل السرعة للواحد وانا عم بدفع كوستة تمانة ميجا فانا قبل ما ارفع السرعة بدي انا جي فني بدي جي فني يفتح لي الراوتر وتأكد انه انا الناتوفيكيشن عليه بقدر ارفع الداترات تبعه ولا لا اذا بقدر ارفعه اذا ما بقدر فانا اكيد ما ستجنب والشق الثاني هو نوع الراوتر الموجود عندي بالبيت بيختلف من سمول بزنس ومن سمول هوم اذا انا عدد الوزرات يتجاوز العشر الوزرات وانحنا كل حدا عنده ايباد وعنده لابتوب وعنده موبايل فعدد الوزرات كبيرة بالبيت فانا لازم اختار نوع الراوتر اللي هو السرعة والتوجيه وقديش حدد الوزرات وشبكة الواي فاي تبعه تماما واذا هو بحد بقدر يهكر ليانو الجيران لانو السيكيروتي هالا كثير مطلوب عندي بالنسبة للإدي اس ال جيب اربع ميجا والجيراني شاركوني تماما مشكلة حقيقية لازم دير بالي على السيكيروتي على الراوتر وانا ما حدا يقدر يفوت عليها هكرو عملها هدن حتى اذا عملت هدن البرامج على الاندرويد احيانا عم تكشفه لا عنجاب انا جايب انا جايب انا فاكرا انو ديقلك انو عادي بنعملها هدر يعني عادي حتى لو عملناها هدن اهلا هلا فيه برامج عن امره بتعمل سنفر على الشبكات من البرامج تحت الهواء لا عن جد مشكلة هيك تحت الهواء تحت الهواء استرد فنحنا في براء في في عندنا راوترات بيزنس كتير كيف نحن كمواطنين عاديين مانا كثير بهي التفاصيل انا كيف تحتاج الهواء لازم يعطيك النصائق وحسب الكوست تبعك يعني اذا نحن حاطين كوست عالي للراوتر نجيب معنا كوست نجيب راوتر بيزنس ومحترق ايه اما انا اذا عندي الكوست من خفيت فبديك يعني في مزايا لازم نبعد عنا مزايا انتي ما فيك تغريفو السيكيروتي بكوست من خفيت فهون يعني بالتواتر نرفع الكوست ناخد سيكيريتي اعلى من خفيت الكوست ناخد سيكيريتي اقل وعدد الانتنات احنا بيسألك متابع ويسألك زبون انه انا بدي جيب راوتر فيه خمس انتنات او اربع انتنات هذا الحكي يعني بس نظري لانه هي نقطة واحدة يعني هي نقطة واحدة تمام يعني هو عم يتلع خمسة دي بي اي من نقطة الوافا يعني هو ما ميشور اكتر من خمسة دي بي اي فا فانا بننصح المشاهدين انه اللي بده ينزل يشتري داوتر وانا بيتي ميت متر ما فيه ايجيب خمسة انتنات انا انتنين او انتنين كافي انه يستوعب بس ناخد عدد اليوزرات الموجودة يعني بيكون انا اثنين يوزر غير تكون انا عشرين يوزر انا بس بدي اقول شغلة المعلومات اللي عم تقول انت حضرتك قد تكون خطيرة بالنسبة لشغلة كثير من الناس يعني حتى التقني او التكنيشل ما بده يعرف اليوزر هالمعلومات عشان كل مرة يدقل له يقول له تفضل فنحنا برنامجنا صباح الخير منحاول نعطو ولو معلومات بسيطة بس ممكن تكون مفيدة لكثير من الناس هلا المعلومات البسيطة لأي يوزر لازم يعرفها انه انا كابل الهاتف انا لازم يكون مارئ مع خط كهرباء عند الواصل لبيتي الفلتر لازم يكون راكب عند الADSL هي معلومة كثير واضحة لانه انا اذا الفلتر لا يريد راكب اي اتصال سيجرى في البيت يبقي عندي خط الانتراني فأنا لازم يعني يكون الفلتر موجود الوليكتة تكون عالية لانه يقسم الخط يقسم لي بعملي سبيلت بيعطيني ADSL ويعطيني لي ما كان هذا الفلتر موجود فمجرد لاندي سبيلت انه يأخذي ليس بيعطعة خط الADSL وعندي موضوع الراوتر انه اخذ بمقياس عدد الوزرات الموجودين عندي عدد يوزرات، فلتر، الخط لا يكون مارئ مع كهرباء، أنا بأخذ إشارة ستابل. وأنا لا يكون بيتي، أنا ليس بيتي يكون في 20 كيلو عن المقصر. ومدت خارجي من العلبة للبيت؟ الآن، بالعوامل يعملون الآن، وهذه الطريقة التي أجدوها نتيجة. حسناً. لذلك، ونذهب إلى الألياف الضوئية، أنت بعثت عن كل هذه المشاكل، ولم يوجد لديك أنت كابلات نحاسية، كابل ضوئي على بيتك. حسناً. أنا وأهلا وسهلا فيك دائماً، وحديثك دائماً ممتع. وشكراً لكل معلومات التي تكبرت معنا. شكراً لك يا أستاذ. بكل سنة مشاهدينا، يظهر عنا مجموعة من التطبيقات الجديدة وحتى ممكن تطبيقات قديمة تأخذ صدى أكبر بسبب استخدامها والفائدة التي تركك التطبيق. أنظر التطبيقات 2020، نتعرف عليهم في هذا الإنفوغراف. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 بنسبت فوق بننزل بشكل بطيلة تحت لاستون حرية وهيك بنكون خلصة تمديننا اليوم بتمنى ان تكون عجبتكم شوفكم بالحلقات الجاية على خير يسعد قواتكم مرة تانية دمن فقرتنا لليوم رح نحكي عن هرمون مهم ومسؤول عن تنظيم الصحة الجنسية والانجابية والقلب والعظام عند النساء وعند الرجال ايضا ولكن بكميات اقل عم نحكي عن هرمون الاستروجين طبعا هذا الهرمون مثله مثل اي هرمون تاني خربطته او نقصه رح يتسبب بمشاكل واضرار لهيك دفتنا اليوم اختصاصية التغذية دكتوريا نور صبار رح تخبرنا اكتر عنه وعن اسباب نقصه واهم المصادر الغذائية اللي بتواجد فيها يسعد صباحك يسعد صباحك صباح خير للك نور اهلا وسهلا فيك بالبداية شو يعني استروجين وشو يعني استروجين نباتي وشو اهميته للجسم الاستروجين هو هرمون بالنسبة لانه هو هرمون من الهرمونات اللي موجودة بالجسم مثل التستيرون والبروجستيرون وهو موجود عند النساء وعند الرجال حتى طبعا هلأ بالنسبة لانه هرمون الاستروجين بالنسبة للنساء فهو مهم لا بيظهر عنا الاستفات الانثوية يعني مثل في عنا التساع مثلا الحوض توضع اماكن دون عنده الحوض كمان هو بيساعد على تليين المهبل وبالاضافة كمان لا انه هو بيساعد على تخطين بطانة الرحم عند المرأة الحامل وطبعا نحنا بالنسبة للرجال كمان هو ضروري بس طبعا في عنا اضرار سواء كان ارتفاعه او حتى نقصه بالنسبة للنساء حتى بالنسبة للرجال بيعمل كتير مشاكل اما بالنسبة للأستروجين النباتي فهو ما بيتصنع من الجسم لانه الاستروجين هو بيتصنع من الجسم من الغدة الكذرية ومن المبايد اما بالنسبة للأستروجين النباتي فهو موجود اريدي بالعناصر الغذائية يعني الاطعمة الغذائية اللي نحنا بناخدها اللي بتحول تمام خلينا نحكي اكثر عن الاعراض اللي يمكن بتحدد انه نحنا في عنا نقص لهذا الهرمون بجسمنا وهل هي بتظهر بمرحلة عمرية محددة يعني او معينة هلأ لما يصير في عنا نقص او ارتفاع طبعا في عنا اعراض بتبلج بتظهر اذا كان عنا الصبية بالنسبة للأصار في عنا نقص بالأستروجين فهو يظهر عندها الاشعار اكتر بيصير في عنا بدانة بطنية اذا كانت هي قطعت عمر تقريبا بين الخمسة واربعين لتلاتة وخمسين او خمسين هذا الشي بيعتمد على هي سن البلوغ عندها يعني اذا هي كانت في عنا بلوغ مبكر فهو بتصير في عنا انقطاع بالطمط مبكر اما بالحالات هاي بالحالات الطبيعية اما بالحالات المرضية حتى ممكن قبل حتى يصير في عنا نقص بالأستروجين عند الصبية ويصير في عنا مشكلة مشاكل بالدورة حتى اذا كان في عنا بالنسبة للرجال ارتفاع به هرمون الأستروجين فممكن يسبب لهم تمام بيسبب ضعف جنسي ممكن يسبب لثبدي ببعض الاحيان ممكن ظهور صفات منثوية عند الرجل طيب شو الأطعمين النباتية يلي بتحوي الأستروجين الأطعمين النباتية اللي بتحتوي على الأستروجين هي قوة الشي في عنا بدور الكتام ودور السمسوم فول الصوية لا نحنا بدنا نحكي على شغلة هنن في عنا أصناف غذائية بتحتوي على الأستروجين النباتية ولكن هي بتعمل تقييد أحياناً يعني بتعمل بلوك للأستروجين إذا احنا أخذناها مثل الشاي الأخضر أو حتى عنا في عنا المردقوش كمان إذا كانت الصبية بتعاني من كيسات على مبيل متعدد الكيسات فهي إذا أخذت المردقوش كتير بيساعدها على التحكم بهذا الموضوع بالنسبة للأستروجين أو حتى بالدورة الشهرية أنا ملاحظ بيصير في عندها خربطة بالدورة الشهرية كمان في عنا التوم بيحتوي على الأستروجين وبالإضافة للحمص حتى كمان بيحتوي على الأستروجين والتفاح وحتى الفيتامين سي الأصناف الفواكه يعني مثل بردقان، اليوسفي، الكيوي، الفلفل الحمرة بشكل عام الأستروجين موجود كتير بشكل كبير بأغذيتنا إذا كانت صحية الحبوب الكاملة حتى يعني مثل مثلا خبزة خالة أو حتى الرز الأسمر فكمان بيحتوي على الأستروجين يعني بيرفع من هرمون الأستروجين بالجسم ولكن عندنا مثلا كبان الرمان المفروض نحنا الوقت يكون في عنا ارتفاع بالأستروجين ناخد رمان وشيء أخضر أما بالنسبة للنقص فنحنا مبعد عنه نور في شي نظام غذائي معين نحنا ممكن نتبعه خلينا نقول لدعم الأستروجين النباتي بجسمنا يعني نظام كامل هيك متكامل هلأ طبعا أكيد نحنا لايفستيل إذا كان صحي بشكل عام يعني نحنا محاوظين على غذائنا محاوظين على وجباتنا ونكون نحنا أدمى فينا مبعدين على الحلويات الدسم والتدخين شرب الكحول بكمية كتير كبيرة هذا الشيء كله بلعب دور نحنا نصير في عنا خلل بالهربونات بغض النظر عن اللي سال في عنا كتير طبعا صايد فاكت على الجسم بتكون هي موجودة فنحنا لازم يكون في عنا تمرين رياضية الاسترس، الألأ، التوتر، الحالة النفسية الصعبة كلها بتلعب دور بتخفيض من هرمون الأستروجين لأنه بصير في عنا نحنا لما كتير نعرض لضغط بجسمنا فبينعكس دائما على جسمنا باشياء كتير تكون ممكن سلبية علينا تماما هي بنرجع من قول الهرمونات هارموني تشتغيل بالجسم ارتفاع نسبة هرمون بيعمل بلوك لهرمون تاني أو بخفض نسبته طيب، شو الأمور يلي نحنا منصح فيها الأشخاص اللي ما بيتناولون نباتات كتير يعني فيه ناس بيقلك أنا ما بحب أكل خضار كتير أو فيه نوع معين من الخضار هو ما له صحبة معه فشو البدائل؟ يعني مثلا أنت ذكرت الحموص ذكرت أنواع عديدة من الخضار والفواكه ولكن الأطفال خاصة البنوتات الصغار المراهقات بعمر العشر لاثناشر سنة مثلا ليافعات، كيف ممكن نشجعهم على تناول الخضار؟ نحنا لما نقول عن الخضار بشكل عام أو حتى عن مثلا مثلنا عن الحموص أو حتى عن منتجات الحبة الكاملة فنحنا مو بضرورة أنه نحطها مثل ما هي يعني ممكن ندخلها بأي صنف غذائي بطريقة غير مباشرة من ضبطنة الطين؟ تمام لحتى هنن يرغبوا أكتر ويصيروا يحبوا أكتر أنه هنن ياخدوا هاي الأصناب يعني مثلا الحموص مثل المسبحة مثلا أنه فينا نعطية صبية لأنه هي بتحتوي على الأستروجين يعني دائما نحنا بدنا نحاول أنه ندخل عن طريق ممكن شوربات أو ممكن نعمل كوكتيلات ندخل ممكن نأخذ عصائل مثل بردقان نحط عصير رمان نحط عصير هاي بالنسبة للفواكي فنحنا بنحاول قد ما فينا ندخل هاي الأصناف الغذائية حتى لو ما كانت بطريقة مباشرة يعني بطريقة بعينة ممكن مع صنف تاني ممكن ساوية بطريقة نحنا بنحبها بنشوف هي الصبية شو بتحب ننتبه مثلا أنه هي بتحب مثلا الشوربات بتحب العصائر يعني نحنا بنحاول نركز على هاي التفاصيل لأنه كتير مهمة لأنه نحنا ما بهمنا أنه نحنا نفرض فرض الموضوع بهمنا أنه هي تكون كتير مرتاحة وكتير مقتنعة بهذا الموضوع بالنسبة كمان لفول الصوية من المكسرات كمان فينا ندخلها كتير مفيدة للصبايا وبشكل عام هي مفيدة تمام نوري خلينا نحكي بحالة مثلا عندنا حالة لشخص أو لصبية مثلا عنده نقص خلينا نقول حادي يمكن بهرمون الأستروجين إنت نحنا منقول هون فينا نعالج هذا النقص بموضوع نحنا نعتبد نمط غذائي معين نركز على أغذية معينة لكنت ذكرت يروي إمتى منقول لا نحنا هون يمكن بحاجة تدخل دوائي يمكن أو يعني طبي يكون أكتر الأعراض بشكل لما تظهر بشكل كتير متفاقم كتير كبير يعني طبعا أكيد بدي يكون في عنا مراجعة طبية حتما يعني ما بصير إنه أنا أعتمد بس على الغذاء فين أعتمد على الغذاء؟ نحنا ما بننكر بس هذا الموضوع ممكن نكون مساعد ضروري جدا استشارة طبيب مختص في حال وجود أعراض واضحة مثل ما حكينا شعرانية كتير كبيرة صار في عنا ونلاحظ بدانة بطنية بالنسبة للمرأة قبل عمر انقطاع الطمث في شيء إنه نحنا ما لازم إنه كتير نلجأ للإستروجين عن طريق الأدوية للسبلمينتس مثلا أو ناخدها شيء خارجي هون لا المفروض إنه تاخدها عن طريق التغذية الأفضل بالنسبة لأنه هي طبيعة الجسم هي هيك يعني نحنا هون ما في عنا حالة مرضية ما في عنا عمر مثلا أنت عم تعمل شيء غير طبيعي لما عم تغذي استعاضة من سبلمينتس تمام هاي هي الفكرة إنه نحنا ما بصير ندخل الأستروجين وأنا جسم هي جسم المرأة عم ينزل الأستروجين عندها فلا المفروض نعطيه عن طريق التغذية لحتى نحنا هي تستفاد مظبوط أما قبل لا بده يكون في علاج دوائي مع النظام الغذائي الصحي تمام مضا غير نتشكل كتير لوجودك معنا نور أهلا وسهلا فيك ومتمنى الصحة والسلامة للجميع شكرا كتير لأليك شكرا كتير لأليك نور أهلا وسهلا فيك الكثير مننا بيعتقدوا بأنه السعادة مرتبطة بأكل الشوكولات والمأكلات السريعة بس الدراسات العلمية أثبتت العكس تفاصيل أكتر بهالتقرير اشتركوا في القناة 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 الكوكبين هذور رح يتغيروا هلا بأيان لهم يومين سواء المريخ رح يدخل هلا هو الساتو بالحمل رح يدخل على برج الثور والزهرة في القوس ستدخل الى برج الجدي اضافة الى وجود المشتري الى جانب زحاة 2 تون في برج الدلو اول اخباري العزيزنا مولود برج الحمل اللي اليوم مشغول بمئة الف قصة غير شغله اللي هو اصلا ضروري اليوم شغله هو اهم ضرورة بالنسبة لله والحيال ايام هاي متعبة فيها شغل كتير فيها تحمل مسؤوليات اضافية فيها حدا عم يركض وراك انو بسرعة 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 خلصلي شغلي بسرعة او انو الامور هاي لازمة او ضرورية او لازم انها تنعمل ومنشكلة انت ما كتير انا تخلق اليوم يعني اليوم يوم الافأفة العالمي ما لك كتير خلق عالشغل ولست من النوع اللي بيطلب مساعدات انا اعتقد كمان في شي علاقة بامور صحية قال اك هلا انا بقول اليوم عنده شعور مولود برج الحمل انو انا عم بشتغل اكتر مننن بس انا عم بقبض اقل مننن هلا هو هذا شعور ما كتير صحيح اذا بدك لان انو انت مدائما شغلة كتير يعني اليوم عارض على كلين حاولت تكون ايجابي بالحوار مولود برج الثور يوم جيد فيو مسؤوليات فيو توقيت مناسب لترتب امورك فيو لقاءات بهمة علاقات ايجابية درب ربما تمشي فيه يرضيك ويسعدك خطوات منكزة يمكن عم تمشي فيه على الارض كلمتك مؤسرة ونقاشاتك هادئة يوم فيو لقاءات او سفر اذا وضعك يسمح مولود برج مولود برج الجوزاء اليوم انت اللي متعب او الان او عندك صراعات لا تلزمك احيانا برج الجوزاء باعتباره اكتر كائن من الابراج يعني بيحب الجدال بيحب الاخذ والعطا فاليوم بالذات يوم ممكن انك تدخل جدالات ما لا كتير معنى خلص بقدر اخصمها بكلمتين انت لا عم تاخد تعطيك كأنك يعني الان من شي قصة بدك تشرحها وجهة نظرك للاخرين كأنه شوي في حواليك وعود كاذبة كأنه ورقة ضايعة كأنه قصة ما عم تزبط يعني كل واحد حسب وضعه بس اليوم فيه نوع من انواع الحواجز ممكن ابتداءاً مثلاً من بكرة الصباح تخلص امورك يعني عموماً كلما تقدم النهار كلما امورك افضل مولود برج الجوزاء مولود السرطان يرمي الحركة للنشاط للعلاقات العامة للتواصل للأهل للشقيقات للأسرة لناس انت بتحبهم اصدقاء زوجة يعني هدول الناس القراب منك اليوم انت قريب منهم محب لقلهم مبسوط معهم مشغول معهم نازل عسوق رايحة مؤسسة حكومية يعني اليوم الامور اخذ طابع ايجابي وخاصة على موضوع النصائح الي اليوم ممكن يكون يعني ايجابي وجيد لكل الاطراف اللي حواليك برج الأسد كمان ايجابي لكن لازم ينتبه على امور المالية غالباً عم بيناقش ببعض الامور المالية وشغلة كأنه نشاط عم بيعمل قصة جديدة عم بيزور الناس جدد عم بيشوف الناس صلوا زمان ما شافهم وعم بيناقش بعض الامور المالية المهمة المهمة على مستوى بعيد المدى عموماً عم تحصر حقوقك عم تاخد مساعدات او عندك نوع من انواع ترتيب الشؤون المالية بالمجمل تذكر انه في بكرة يعني حساب حساب لمكرة وليس فقط اليوم عزيزة مولود برج العزراء اليوم عم بيرعيد ترتيب هيكلية حياته سواء بشكله بقراراته بعلاقاته احد الايام الايجابية اللي عم تتصاعد فيها وطيرة النشاط غالباً انت مستعجل في عندك امور عم تشتغل عليها واليوم فعلياً يوم ايجابي للأصدقاء للأهل اللي تستفيد من محبة الناس لألك مولود برج العزراء انت مبتسم وترفض التعب اليوم ما تنصح غيرك نصائح انت نفسك ما بتعملها مولود برج الميزان اليوم يوم فيه نوع من انواع العتب او الكسل او فخدان الطاقة او حاول تحزر يساعد اثارة نزاعات مع الناس حواليك باعتبار اليوم ده يخلعك ممكن تصعد خلافات ممكن يكون في عندك تعطيل لأمورك ما لا كتير مرتاح اليوم نيزان كأنه حاس حاله عم يتخبط بمفرده كأنه ما فيه مساعدات لاحظ انه ما فيه شي سيء انت اليوم مزوده بس شوي عزيزنا مولود برج العقرب اليوم اجتماعي بامتياز للاخبار للتفاؤل الي ممكن ترافقك لاستقبال ضيوف ليكون حواليك دعوات او اعجاب او ايجابيات العلاقة باعتماد على الاخرين عموما نوع من انواع الفرح المشترك بينك وبين الصعائلية بينك وبين شريك شخصي يعني اليوم الامور جيدة فيه تفاؤل بهجة تواصل مع المحيط والاهم سفر اذا وضعك يسمح عزيزنا مولود برج القوس اليوم اكثر حدا متعبه مولود برج القوس حواليه نوع من انواع الانتقادات الي احيانا جارحة يعني احيانا فيه ناس كلمتن شوي هيك العلاقة بانه صريحة اكثر مما يجب او لا تراعي شعور الاخرين اليوم حواليك ناس من هذا النوع التوتر عم يتراكم مولود برج القوس شوي شوي لدرجة انه ممكن يعلى صوتك لدرجة انه ممكن يكون ذهنك شوي مشوش اصدقاء مكتير مريحون انت نوع من انواع سوء الظن ويمكن يكون بدون مبرر يمكن مولود برج الجديد يوم جيد بالنسبة لك الاوساط حواليك مؤيدة وداعمة ومشجعة وغالبا فيه مساحة لتتحكم بحرية لحتى ترتب امورك بطريقة ايجابية يوم فيه لقاءات او خبر او فرص او تعاون مع محيطك او استفادة من حظوظك الحقيقة فيه دعم اليوم للجديد غير محدود مولود برج الدن واليوم مؤسستك يعني تحتاجك غالبا يعني عم تعاود السيطرة على امورك عم بتقرب بالناس انت بتحبون الحظوظ مساعدة لخطوات ناجحة عم تتصرف بديناميكية يوم فيه خيارات عملية او شخصية وغالبا اليوم لمفارق جديدة اعمل هيك او اعمل هيك تظن على كل رأيك سديد اليوم بالذات بس يعني لا يمنع انك تستشير فيما لو انه فعلا عندك نوع من انواع الخيارات تأجيل او تأخير او بعض المضايقات لمولود برج الحوت صالوا يومين مكركب مولود برج الحوت لازم يقرب من اموره الشخصية لازم يصالح الناس اللي بيحبون دايق خلقه اليوم عم بيغير افكاره عم يغضب من هفوات صغيرة ربما عم بتدايقه بعض الاستفزازات ربما يعني يحاول تحزر التسرع لانه غالبا فيه تراجع ربما صحي وربما عائلي هلا بالمجمن برج الحوت طوال السنة تقريبا مانه كتير الاريح على الصعيد العائلي الاكتر بخلا مولود اليوم اللي بنقلك العم هو انت الخير هي هاي الكلمة بتدايقه لمولود برج الجدي لانه دائما هو بيحاول يثبت انه انا لأ ماني بخيل انا حدا يعني بعطي عائلتي كل احتياجات او هذا الكلام صحيح انا ما قلت عليه لأ ابدا بس المشكلة انه يعني بخيل للحقيقة حتى بتصرفاته يعني هو حدا تصرفاته حنينة قريبة من الاخرين بس ما بيعرف كتير يعبر عن نفسه مو من جماعة صبح بحبك لمسا بحبك لا مانو من هدول يعني بيقلك ياها براس سنة اذا قاله مرة بكون يعني فضل علينا عموما مولود اربعة شخص فعليا ناقد ساخر يعمل بصمت يدخر امواله بصمت يستغل نقاط ضعف الاخرين بزكاء عموما هو شديد الزكاء محب للروتين يتمسك بالتقاليد ويحب العمل 24 ساعة بيشتغل ما عنده مشكلة خاصة انه هو شديد الصبر والطموح عموما هادي محتشم كلامه وموزوم سنة بالنسبة لله سنة كتير مهمة على الاقل المشترية تقدم في برج يعني برج دله وبيت المال بالنسبة لله لذلك وارد انه يكون عندك سفر او نتائج ايجابية او قصة العلاقة بخطبة بارتباط بتغيير عقار انا بشوفه داخل على سنة جيدة الطبعة او البصمة الاساسية فيها هي الامور المالية اللي ممكن تكون ايجابية جدا الله يقدر من في الخير ويفرح قلبكن عموما سامي ابن نجاح ع 1845 احسن سنة لتغيير سنة ما انا معتادة سامي فيها تغيير تغيير عائلي تغيير بالاماكن تغيير بسبب سفر ما بعرف بس انت تبعد عن الناس او تبعد عن الناس وتقترب من الناس جدد عم بتغيير شي بحياتك جزريا تقريبا فاطمة 2000 عم تسألني على احدى العلاقات الجيدة عموما يا فاطمة بس المشكلة انت حدا يعني كتير حاطة حدود يعني حدا هذا بصير هذا ما بصير هذا لازم هذا مو لازم هذا صح هذا غلط متعبة الحياة معك والله كتير متعبة هو من الاشخاص اللي بيتصرفوا على كيفهم تبعون البركة يعني انا بتصرف على البركة والامور باشي حالة هلا فاطمة اذا بدك تضلي هيك بالحياة معه والله الحياة صعبة هيك بهاي الطريقة حنبتي هيا بنت غالية من مولد 2003 جامعية هلا اذا عم نحكي دراسيا فلا تمتلكي اي حظوظ يا غالية انا اعتذر بس ما فيك تعتمدي على حظوظك فيك تعتمدي على دراستك لانه اصلا الخامس سادس سابع الامور فيها هاي الفترات الدراسية ما انا كتير الاريح والحياة تامن كمان لذلك انا بقول ما فيك تعتمدي السنة على حظك في الدراسة لك تعتمدي على جهدك تحضري كل محاضراتك وتراجعي كل دروسك وتحاولي تلحي أول بأول لما تراكمي الكتب خاصة الكتب الجامعية محرزة يخزي العين مكتب صغير ترجعي تراجعي بخمس دقائق ازاعد صباحكم وتظلوا دائما بخير وتظلوا دائما بخير شكرا امتلقلك شكرا امتلقلك يا مادام شكرا جزيلا لعند الشيف فورا لحتى نشوف البرجر بشكله النهائي كيف قدمناه خلصنا البرجر البصل والجبنة البطاطا وقدمنا معها مرافق ميونيز وكتشب وخردل وصحتين وهنا صحتين وهنا فطورنا اليوم برجر ورنا فطورنا وبرجر شكرا امتلقلك يا شيف مشاهدين هذا كان كل شيء بحلقتنا لليوم نلقاكم بكرة على التسعة ونصف كونوا على الموعين انتبو بردفجر موسيقى 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 موسيقى